اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكيرام ببرنامج لقاء الرأي كما عودناكم ان نناقش القضايا السياسية محليا او خارجيا ولكن بعض الاحيان تكون هناك منظمات داخلية او دولية تستحق الحديث عنها بشكل متفرع وشامل لكي نعرف ما هو الغرض من وجودها كيفية التعامل معها ما هي الاغرض التي انشئت على اساسها واليوم سوف يكون معنا السيدة ايمان عريقات هي رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة اهلا وسهلا بك حياك الله اخ محمد بداية قبل ان نبدأ في الحديث عن المنظمة بشكل كبير ومفصل هل نعرف عن كثب الاهداف وطبيعة المنظمة أسباب انشاءها ما هو الغرض من وجودها بسم الله الرحمن الرحيم المنظمة الدولية الهجرة هي منظمة دولية حكومية لديها من الآضاء ما يزيد عن 168 دولة تم انشاءها في العام 1951 جاءت كباقي مثيلاتها من المنظمات الدولية نتيجة انتهاء الحرب العالمية الثانية لدينا مكاتب في 480 مكتب في 150 بلد حول العالم يعمل بهم 8400 موظف ينفذوا 2700 مشروع بلغت قيمتهم في العام الماضي مليار و 300 مليون هذه فكرة سريعة عن ما هي المنظمة الدولية للهجرة أما الهدف منها هي دائما متواجدة لدعم الأجندات الحكومية بما يتماشى مع المعايير الدولية نعم ما هي العلاقة للمنظمة الدولية مع الكويت والأمم المتحدة العلاقة التي تربطكم كمنظمة إن كان في الأمم المتحدة والكويت طبعا إحنا إنما تواجدنا نعمل بشراكة لسيقة مع منظمات الأمم المتحدة بكافة أشكالها ونعمل تحت مظلة الأمم المتحدة علاقتنا بدولة الكويت علاقة قديمة منذ العام 1991 تبلورات وتطورات من مواضيع الدعم والمساهمة إلى شراكة حقيقية مع كافة أجهزة الدولة التي نفتخر فيها نعم نعم الشراكة التي كانت مع الكويت ما كانت نتائجها هل هناك مثلا مكتب معين هل هناك منظفين كيفية التعامل في الكويت الأمور التي حصلت في الكويت بالتعاون مع الطرفين طبعا أخي محمد لدينا بعثة داخل دولة الكويت هي بعثة المنظمة الدولي الهجرة والتي تقع في داخل بيت الأمم المتحدة في مشرف طبعا بعثة جدا نشيطة بفضل الله وهذا بترك المسؤولين يعلقوا على هذا الموضوع لكن وجودنا هنا داخل دولة الكويت هو لدعم الأجندة الحكومية ودعم النشاط الإيجابي للأجهزة الحكومية من خلال تأهيل الكوادر الوطنية على مشاريع ومواضيع جدا مهمة وحساسة مثل حقوق الإنسان قضايا مكافحة الإتجار بالبشر لعمال الوافدة أسس إدارة الهجرة تأهيل القائمين على مركز الإيواء وتدريبهم بكيفية إدارة المركز وتقديم المعونة النفسية والاجتماعية والقانونية لنزلاء المركز بالإضافة إلى العديد من المشاريع شراكتنا مع وزارة الخارجية وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمحد الكويتي الدراسات القضائية والقانونية وزارة الإعلام وإن شاء الله سيكون المشاريع قادمة بإذن الله مع وزارة الأوقاف أنا أتكلم عن داخل دولة الكويت بالإضافة إلى شراكات مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مؤسسة الإنتاج والبرامج المشترك وقعنا معهم برسوكولات تعاون نعم ولكن للإضاحة أكثر أنتم كبعثة تقومون بإعداد الجهات الحكومية لكيفية تعاون مع القضايا التي تحدثت عنها لهم إتجار بالبشر وكثير من الأمور التي تختص في تخصصكم فأنتم تؤهلون الكوادر كموظفين مثلا الكوادر الوطنية طبعا موظفين الحكومة طبعا تدريبنا قائم على أول شيء تبادل الشراكات ودأهيل تلك الكوادر بالخبرات الدولية لأنه أنت عارف قضايا الإتجار بالبشر هي قضية لا أقول جديدة ولكن منذ منتصف التسعينات كانت المنظمة الدولية للهجرة أول من دقنا قوس الخطر وأعلن عن قضايا الإتجار بالبشر بعد طبعا انهيال اتحاد السوفيتي حينما ظهرت مشاكل بما سمي الرقيق الأبيض في أوروبا الشرقية طبعا الكثير من الجمهور المشاهدين طيب أستوقف عند هذه النقطة أنه ليس جميع المشاهدين من النخبة أو من الناس المثقفة الذين يعلمون ما هو الاتجار بالبشر ممكن تعطينا مفهوم الاتجار بالبشر في وجهة نظركم أنتم كبعثة بالتأكيد أخي محمد هذا كان حقيقة اللي كنت رح أطرق له ليست كبعثة ولكن تعريف الاتجار بالبشر حسب القانون الدولي والبروتوكول الذي وافقت عليه كل الدول بما فيها دولة الكويت طبعا كتير يتبادر للناس أنه الاتجار بالبشر يعني هو خطف شخص ونقله من الحدود وتهريبه واستعباده وهذا كان المفهوم القديم للرقي القديم على الاتجار بالبشر لكن المفهوم الحديث حسب المصطلح الدولي هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو استقبالهم أو إيوائهم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو غير ذلك من أشكال القصر أو الاختطاف أو الخداع أو الاحتيال أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال السلطة أو بتلقي أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء من هذا المصطلح نستطيع أن نكون فكرة لو بسيطة عن ما هي الإتجار بالبشر وأحب أن أضيف شغلة كثير مهمة لا يوجد دولة في العالم إطلاقا خالية من مظاهر الإتجار بالبشر هناك دول مصدرة هناك دول عبور هناك دول مستقبلة وأيضا هناك دول إن خلت من تلك الأشكال الثلاثة السابقة تستهلك مواد وبضائع تم إصدارها عن طريق الإتجار بالأطفال أو النساء هل هي موجودة في الكويت ولكن النسب هل تملكون نسب متفاوتة بين الدولة وأخرى؟ بالتأكيد النسب متفاوتة بين الدولة الأخرى طبعا نحن دولة الكويت نفتخل الحمد لله أنه لا يوجد ظاهرة إتجار بالبشر لكن حقيقة هناك بعض الممارسات هي تندرج مباشرة تحت الإتجار بالبشر دعني أكون معك صريحة تجارة الإقامات هي تجارة بشر واضحة وصريحة استغلال العمال المنزلية وطول عدد ساعات العمل أنك تخلي عاملة منزلية تطلع تغسل سيارة الكفيل وأنا رجاءا أحب أن أوضح كفيل لا نعني بها جنسية معينة الكفيل هو رب العمل أينما كان متى ما كانت جنسيته أو دينه لا نتطرق إليه ولكن نتطرق إلى وصفه الوظيفي حينما تخرج عامة المنزل في عز الظهر تغسل سيارة أو في عز البرد الصبح تغسل سيارة أو تأخذها معك على سوق تجاري بلباس البيت الذي هو مصطلح على تسميته يونيفورم بصراحة تجد البعض بيجلس المطعم بياكل والعامل المنزلية ووقفة عدم دفع الرواتب حجز الجوازات هذه كلها مظاهر تجار في البشر حجز الجوازات من التجار في البشر؟ طبعا أنت قيت حريته والقانون الكويتي بكفل عدم حجز الجوازات السفر نتكلم عن بعض الأشخاص يرون أن نترك هذه الأمور لذكرتها سالفة الغسل السيارة وكثير من الأمور بالتأكد التي نرفضها ولكن موضوع الجوازات بعض الأشخاص مع أنه مخالف للقانون ولكن يرون أنه ممكن أنا بهذه الحالة أضمن وجودها على الأقل معاي في العمل بفترة معينة هل حجز الجواز منع من عملية هروب العاملات المنزلية أو حتى هروب العمالة؟ هل قلصت عمليات الهروب بسبب حز الزوزات؟ ولكن هو انتهاك صريح لحقوق السيد العامل أو الشخص العامل نعم الأمم المتحدة كرمت سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كقائد للإنسانية أو القائد الإنساني هل أننا نعرف أنتم كمنظمة تأثير هذا التكريم عليكم بما أن الكويت أحد هذه الدول التي أنتم متواجدين فيها صحيح طبعا تكريم صاحب السمو وأطلاق لقب قائد الإنسانية وأطلاق بركز الكويت الإنساني أطلاقه على دولة الكويت هذا حقيقة فخر لكل من يعمل بالإنسانية هو ليس فخر للكويت وحدها وليس العرب أو المسلمين ولكن جميع من يعمل بالمجال الإنساني يفتخر بهذا اللقب ولم يأتي من فراغ ولا من باب المجامل لأنه بصراحة مبادرات الإنسانية لصاحب السمو تجاوزت حدودها الإقليمية والجغرافية وامتدت أينما كان هناك حاجة إنسانية ماسة لرفع المعاناة المنكوبين أو الملهوفين وبحب أضيف شغلة مهمة جدا أنه إحنا في المنظمة الدولية هجرة منذ العام 2012 تشرفنا بتكريم صاحب السمو قبل حتى مؤتمر المانحين لأننا رصدنا واستشعرنا مبادرات صاحب السمو الإنسانية التي تجاوزت حدوده الجغرافية والإقليمية وتم إعادة تكريمه من خلال المستشار صاحب السمو الدكتور عبدالله المعتوق في جينيف أمام مجلس المنظمة الدولية الهجرة يوم 25 نوفمبر الماضي تم تكريم صاحب السمو أمام 178 مندوب دولي عن دول يعني حكومات 178 حكومة جاء مندوبين إلها في مجلس أعضاء المنظمة بالإضافة إلى 75 منظمة دولية هذا التكريم غير مسبوق في تاريخ لا المنظمة الدولية هجرة ولا أي مؤسسة دولية بما فيها منظمة الأمور المتحدة إذن أنتم كمنظمة كرمتم سمو الأمير في نفس الغرض صحيح في العام 2012 حينما جاء مدير العام للمنظمة الدولية هجرة إلى دولة الكويت وتشرفنا بلقاء صاحب السمو وقدمنا له ميدالية المنظمة الإنسانية والتي تمنح فقط للزعماء الذين تجاوزت مبادراتهم الإنسانية حدودهم وأحب أن أضيف معلومة أن هذا التكريم غير مسبوق على الإطلاق لم يمنح لأي زعيم من قبل المنظمة الدولية هجرة إلا إلى صاحب السمو لم تكرم أي شخصية لا أبدا والتكريم تعمدنا أن يكون أمام مندوبين 175 أسل عن أسباب لماذا خصيتهم الكويت والأمير في هذا الموضوع رائع صاحب السمو مبادراته الإنسانية لم تقف على حدوده تجاوزت إلى زلزال الباكستان منذ سنوات وإلى زلزال إيران في العام 2003 هاييتي طبعا المبادرات الإنسانية في المؤتمر المانحين الأول واثنين في سوريا هذه طبعا غير مسبوقة على مستوى العالم أنك تعمل مؤتمر للمانحين حتى يتم ليس فقط جمع التبرعات ولكن بعد ذلك عمل آلية شراكات حقيقية مع المنظمات العاملة وهذا إشي صراحة تمتاز في دولة الكويت هي ليست فقط تدفع والأهم ليس لديها أجندة إنسانية عفوا سياسية غرضها إنساني بحث هي حينما تقدم المساعدات لا تشترط أي شروط الهدف فقط إيصال تلك المساعدات إلى المحتاجين والمنكوبين والملهوفين وقامت بشراكة حقيقية على الأرض من خلال الهيئة الإسلامية العالمية والهلال الأحمر يبثل حكومة دولة الكويت في تقديم المساعدات للملهوفين هناك من يعني ما نريد أن أذكر أسماء دول ولكن ذكرت بأن الكويت لا تشترط أي شيء سياسي في تقديم المساعدات صحيح ليس لديها أجندة سياسية حينما تقدم مساعدات إنسانية هناك من يشترط عليكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون ذكر الأسماء أو المنظمات أو الدول إذا بدك أتكلم عن المنظمة دولة هجرة مش باقي منظمات الأمتحدة نحن لا نقبل أي مساعدات لديها أي أجندة سياسية بكل بساطة كيفية التقييم يعني التقييم أحسنت لأنه أصلا لما نتقدم يعني لما نطلب مساعدات حينما يكون هناك كوارث إنسانية أو بسبب طبعا يعني طبيعة زلازل براكين أو بسبب صراعات مسلحة أو نزاعات مسلحة حينما نطلب مساعدات نأخذها نحن ونوزحها بطريقتنا لمن يحتاجها مباشرة لا نسمح لأي دولة تدخل وإلا لن نكون موجودين على الأرض إذا كان هناك أي تدخل في عملنا نعم مشاهدين الكرام فاصل أول ومن ثم سوف نتابع الحديث في هذه الحلقة عن الاتجار بالبشر بشكل تفصيلي وخصوصا في دول خليص بعد الفاصل عودة معكم مشاهدين الكرام في هذا الحديث المطول مع الأستاذة والسيدة إيمان يونس عريقات في الحديث عن الاتجار البشر منظمة والبعثة للهجرة وكثير من الأمور التي نريد أن نعرفها نحن أيضا كمشاهدين نريد تقييم ذاتي تحدثنا في البداية عن التجارب البشر بشكل سريع على المفهوم التعريف وصلت الضوء على الكويت وكيفية وجود هذه الحالات وأنها لم تنتقل إلى نسبة الظاهرة ولكن نريد أن نتحدث بشكل أعمق في دول الخليج بشكل عام وأيضا في الكويت النسب الأرقام الحالات المتوفرة والأمور البسطة التي ذكرتها كيفية مقاومتها منكم أنتم كمنظمة بسم الله الرحمن الرحيم أولا إذا نتكلم عن حال الدول المجلس التعاون الخليجي طبعا بفضل الله وبما حباء ربنا سبحانه وتعالى الدول هذه من نعام نسأل الله أن يديمها وتظل تنعم بالأمن والأمان والاستقرار أصبحت دول جاذبة ومستقبلة لما يزيد 20 مليون من العمالة طبعا هذه الدول مجتمعة وليس بدولة معينة 20 مليون أصبح لديها أعباء ومسؤوليات بصراحة وقدرهم أن هذه الدول جاذبة للأعمالة أن يستقبلوا هذا العدد الكبير أكيد سيكون هناك تحديات كبيرة للحكومات بسبب العدد الضخم من العمالة لما نتكلم دائما عن حقوق دائما نراعي مصلحة الطرفين ونعمل من العمالة الموجودة في دول مستعاون الخليج طبعا ستجد أن هذه تربة خصبة مع الأسف الشديد للاستغلال من بعض وضع خطين بعض ضعاف النفوس التي لا تهمهم لا الإنسانية ولا ديننا الإسلامي التي يبنها عن هذه الممارسات ولا يهمهم سمعة دولهم بسبب هذه الممارسات طبعا تنتج عنها أمور مثل التي تنتهي إنهاء تجار البشر كما ذكرت سابقا تجارة الإقامات حينما يتم خداع العامل في بلده ويستثمر كل ما معاه عشان يجي على إحدى هذه الدول سواء الكويت أو أي دولة أخرى من دول المجلس العاون الخليجي ويفاجأ أنه لما يوصل لهذه الدولة أنه لا يوجد أصلا عمل يسيب بالشارع طبعا بنتي الأمر فيه لأنه بالعامية يباعلي وراه وليقامه عشان يجي على هذه الدولة ويحلم فيه شيء وردي أنه يطور من حياته وحياة أسرته بنتي فيه الأمر أنه يكون صار مقيم غير قانوني ويعمل بطريقة غير قانونية وإذا تم القبض عليه أصبح هو مجرم مع أنه في الحقيقة ضحية بسبب تاجر الإقامات للاستغل حالة استضعاف هذا العامل هذه أهم أشكال الإتجار في البشر في دول مجلس التعاون الخليجي كيفية التعاون مع الحكومة هل قمتم بدورات معينة مع الحكومة هل قمتم بأقد مؤتمرات هل قدمتم النسب للحكومة هل الحكومات متعاونة معكم العدد الذي ذكرته هو عدد مهول فعليا 20 مليون كيفية السيطرة عليهم وبالنهاية موضوع تجارة الإقامات يكون فيه فرد فاسد في المجتمع يقوم بهذا الأمر ولكن هل الحكومات تعاونت معكم في هذا الجانب دعني أحكي أول شيء عن دولة الكويت حقيقة وبمنتهى الموضوعية والشفافية بوجه تحيي كبير كتير للأجهز الحكومية بداخل دولة الكويت هم مش بس متعاونين معنا هم مش هركاء حقيقين في تنفيذ بشارينا نحن نفذنا بفضل الله بالأربع سنين الماضي 33 مشروع منها منتديات يعني على مستوى وقيمت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورات تدريبية ورش عمل حلقات نقاشية مساندة والشراكة الحقيقية للأجهزة الحكومية طبعا بخلال هذه الدورات لم تكن خاصة بداخل دولة الكويت نحن نتعمد أنها تكون إقليمية على مستوى دول مستعاون خليجي وعلى مستوى العالم العربي أولا حتى نعطي الرياضة لدولة الكويت في طرح موضوع حساسة إنسانية مهمة جدا يساهم في إن شاء الله رفع سمعة الكويت الخفاقة بإذن الله في المجتمع الدولي ثانيا لأن الدول المستعاون خليجي لديها قاعدة مشتركة ومتشابهة إلى حد كبير جدا فمنحب أنها تعم الفائدة على كافة الأجهزة الحكومية في تلك الدول وبوجهنهم تحية حقيقة وزارات الداخلية ووزارات العمل في تلك الدول لا يوجد مرة دعناهم إلا شاركوا وبعثوا ضباط أو مسؤولين للمشاركة في تلك البرامج نحن نفتخر أنه أول من قام بتأهيل كادر وطني متخصص من وزارة الداخلية لمكافحة الإجار بالبشر في الكويت بلشنا بدورة مبتدئة ثم تأسيسية ثم متقدمة ثم تخصصية بلشوا بـ 25 شخص انتهى الأمر إلى سبعة فريق بصراحة نفتخر فيهم في عنصر نسائي برتبة نقيب هادور سنستعين فيهم حتى إحنا في المنظمة دولة هجرة في المنطقة العربية وداخل دولة الكويت لدوراتنا اللي هي لمكافحة قضايا الإجار بالبشر أيضا أقمنا على المستوى العالم العربي كله داخل دولة الكويت دور الإعلام في مكافحة الإجار بالبشر تحت رعاية معالي وزير الإعلام في يناير 2014 وأخي محمد أحب أضيف شغلة كثير مهمة أنه إحنا ليس فقط نعقد ورش عمال أو دورات أو متدايات بينما لدينا منهجية في عقد مثل هذه المشاريع يعني طلعنا بورشة عمل فيها أربع توصيات يكون هناك لدينا مصداقية ومنهجية في تنفيذ بشارعنا عشان هيك أول ديسمبر تم تدريب خرجنا بتوصية تدريب الإعلاميين على كيفية تحديد ضحايا الإجار بالبشر كيفية كتابة تقارير عن الضحايا لأنه أحيانا التقارير ممكن يسيء للضحية وهو الهدف منه أصلا مساعدتها وأيضا نشر الوعي في ديسمبر 2014 كذلك استضفنا وفد حكومي رفيع المستوى أخذنا إلى دولة متقدمة مثل هولندا حتى يطلعوا على التجربة الرائدة لمراكز الإيواء لضحايا الإجار بالبشر في هولندا وأخذنا كلمنا عنها يعني خلق أعرف إذا كانت هي دولة متقدمة أو نموذج في لا هي دولة متقدمة في مكافحة الإجار بالبشر هم بحكوا صريح العبارة إحنا سنويا لا يقل عن ألف ضحية نرصدها للإجار بالبشر من خلال استغلال الجنسي الدعارة طبعا القصري استغلال العمالة المهاجرة أو اللي جاي تشتغل بشغلة بنقولوها بعدين للزراعة ولديهم عمليات رصد متواصلة ومكافحة لتلك الظاهرة بس طبعا إحنا رحنا عشان نطلع على هاي التجربة الرائدة واللي دولة الكويت حقيقة دائما بتحب تستفيد من التجارب الرائدة وطبعا إحنا من راعي دائما خصوصية دولنا الخصوصية العربية والإسلامية في عقد أي مشروع أو تنفيذ أي نشاط نعم نعم صحيح ويعني ذكرتي بأن قمتم بكثير من الدورات مع المؤسسات الحكومية منها وزارة الداخلية وأعداد وتجيهم تحيي كتير كبير حقيقة على رأسه معالي الوزير نعم هذا الموضوع يعني صار لمدة معينة لتقييم على الأقل الأداء والاستفادة صحيح صحيح عشان هيك بقول لك بلشنا إحنا بأربع دورات تدريبية خاصة بتكلم عن تأهيل فريق وطني بلش بخمس وعشرين تهى الأمر فيه إلى سبعة لأنه إحنا ليس فقط ندرب إحنا نقيم ونؤهل ونأخذ من ينجح بجدارة يعني ببساطة شديدة من لا يحضر الدورات بشكل تام الخمسة أيام وأحيانا عشر تيام لا يأخذ شهادة نعم نحن لا نضع التخط من المنظمة على عدم حضور أو عدم التزام صراحة وهذا إشي أنا بعتز فيه مع وزارة الداخلية أنهم معطينا الدعم الكامل في مثل هذه الأمور يعني الغرض من الدورات ليست شهادة فقط بل تريدون إعداد كامل لهؤلاء الأشخاص وإن شاء الله أتمنى أن الأخوة المشاهدين بعضهم أكيد بالوزارة الداخلية سيقولون لك فعلا صحيح إلا إذا طبعا في طارق أو في لا صمح الله شغلة طارق أو إحنا متأكدين من هذا موضوع آخر لكن تأخر أو غياب لا يحصل على شهادة طيب قدمتم توصيات بعد الدورة لوزارة الداخلية بكيفية الاستفادة من هذه السبع الشخص طبعا طبعا وعشان هيك قلت لك أخي محمد أنه إحنا رح بإذن الله منعتمدينهم مدربين لدى المنظمة الدويجرة في قضايا الإتجار بالبشر في المنطقة العربية كذلك أيضا قدمنا مقترح إلى وزارة الداخلية لإنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر وأنا سأوصل لعلمي أنه إن شاء الله تم إنشاءها فعلا ستكون تابعة للمباحث الأداب بإذن الله للإدارة العامة للمباحث الأداب وهذا طبعا كله يأتي في سياسة دولة الكويت الداعمة والتي تحب دائما تعمل على تطوير قوانينها وتصويبها إلى الأفضل من خلال إصدار قانون مكافحة الإتجار البشر 91 عام 2013 ومن ثم إنشاء وحدة مكافحة الإتجار البشر والأسبوع الماضي تشرفنا تحت رعاية مع الوزير الشؤون الاجتماعي والعمل الوزير الدولي الشؤون التخطيط الأستاذة هند الصبيح افتتاح مركز الإيواء واللي هو بصراحة يعتبر رائد من نوع وليس فقط على مستوى المنطقة على مستوى العالم يعتبر فندق خمسينجوم نسأل الله أنه يكون الأمور التشغيلية لمركز الإيواء بنفس المستوى سعيدها أنا أأكد لك أن دولة الكويت ستكون الدولة رقم واحد في تقديم مثل هذه الخدمات على مستوى العالم وإحنا إن شاء الله سيكون هناك اتفاق تعاون برتوكول تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص مركز الإيواء كمان عقدنا اتفاقي التعاون لعمل بحث لموضوع العمال الوافدة ومشاريع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن شاء الله في بداية العام الحالي نتمنى أن نأخذ مراكز متقدمة دوليا وبما أننا نتكلم أشياء الدولي وأنت أيضا إنسان مقتصة في هذا الموضوع السادثي قانون حجر الدولي وحقوق الإنسان هل هي قوانين مفاعلة فعليا هل تحتاجون لكثير من الأمور لكي تفعل هل ترون نقوصات معينة فيها هي القوانين طبعا حسب الدول التي تحب تنضم لها أو اتفاقيات واتفاقيات الأمال المهاجرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الخاصين في حقوق الإنسان أنا اللي أعرف في دولة الكويت وقعت على ست اتفاقيات من سبعة الخاصة في حقوق الإنسان يعني تقريبا أغلبها اتفاقية العمال المهاجرين يعني ما أعرف في كثير من الدول تحفظت عليها هدفنا دائما أينما تواجدنا هو دعم الأجندة الحكومية بما يتماشى من المعايير الدولية نحن لا نضغط على أي دولة كانت أو أي جهاز لتنفيذ أو توقيع اتفاقية على أي أن كان ولكن نعمل سويا وبشراكة لتطوير الأوضاع أو الموظف ولكن لمصلحة رب العمل اللي رح ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع على البنية الأمنية هل لكم دور مؤثر على الحكومات في توجيه على الأقل في التوجيه في هذه الجوانب يعني إن كانت الاتفاقيات إن كانت القوانين إن كانت تطبيقها بشكل سليم دورنا المؤثر يأتي من خلال حقيقة الحرص على كسب الثقة من قبل الحكومة دائما إحنا أينما تواجدنا أنا لا أتكلم نفقل عن دولة الكويت أينما تواجدنا نعم 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 بشراكة مع الحكومة لأنه بالآخر نحن بدنا مصلحة الحكومة بدنا مصلحة المجتمع بدنا شراكتنا تنتج عن أنها تكون فائدة للمجتمع من ناحية أمنية البنية التحتية البنية الاجتماعية لأنه بالآخر هذا كله رح ينعكس بشكل إيجابي ويطور الأوضاع نعم 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 نتحدث أيضا الآن عن دوركم كمنظمة في المساعدات الإنسانية وللأسف نحن في الدول العربية وفي العالم الإسلامي لأننا كثير من الأحداث التي تحصل ليس الطبيعية وكرة طبيعية ولكن أيضا بعض الأزمات السياسية التي تخلق أزمات إنسانية بالتالي دوركم في تقديم المساعدات بشكل عام كيفية التخطيط لهذه الأمور وكيفية إيصال المساعدات طبعا نحن في المنظمة الدول هجرة من المنظمات المتقدمة العاملة في الأرض داخل الدول التي حضرتك حكيت إنها للأسف تعاني من صراعات مسلحة وأزمات سياسية من المنظمات القليلة المتواجدة في الداخل وفي الخارج وعلى كافة حدود دول الجوار لتلك الدول لدينا العديد من المشاريع إذا بتحب أستطرد بمشاريعنا خاصة رح أتكلم أنا عن مشاريعنا الإنسانية التي تمت بتمويل دولة الكويت وطبعا هذا التمويل جاء بعد مؤتمر المانحين الأول والثاني اللي هي مبادرات صاحب السمو الإنسانية واللي لاقت صراحة قبول رائع على مستوى الإنسانية لأنها زي ما قلت في البداية أنتجت شراكات حقيقية مع المنظمات العاملة يعني مثلا بسبب الأزمة السورية طبعا أنت عارف فيه حوالي 2 مليون ونص تقريبا لاجئ خارجي وفيه 6 مليون نازح داخلي منظمتنا من المنظمات القليلة اللي عاملة داخل سوريا قمنا بتأهيل ملاجئ ما يزيد عن 10 ملاجئ بتأهيلهم وتقديم الكهرباء وأدوات الصرف الصحي أيضا بالتمويل الكويتي أنا بتكلم مش بأي فلوس أخرى بالتمويل الكويتي قمنا بعدة مشاريع منها مشروع تزويد الأطراف الصناعية للأطفال ومشروع غسيل الكلا ومشروع علاج السكري وهذا كتير إشي مهم لأنه هدولا يحرام فوق ما هو والوضع سيء عليهم هم مرضى وضحايا وتعرضوا إلى أمور صحية سيئة للأسف استطعنا مساعدتهم بسبب تمويل الكويتي أيضا نقل الأطفال من مراكز الملاجئ إلى المدارس بتمويل الكويتي تقديم ورش عمل لسبع العيش للسيدات من خلال ورش خياطة والرجال من خلال ورش حلاقة وتقديم المواد لهم حتى يستطيعوا فيما بعدهم أنهم يقدروا يمولوا نفسهم ويمولوا أسرهم كذلك قمنا بنقل المهاجرين العالقين بسبب الأزمة السورية بالتمويل الكويتي وأعدناهم إلى بلدانهم سالمين وأيضا استطعنا فك حصار ما يزيد عن 1500 شخص عالقوا في الحرب في الصراع الدائر في حمص بالتمويل الكويتي حقيقة التمويل الكويتي للمنظمة ديوهجرة المساعدات الإنسانية ساهمت في رفع المعاناة عن ما يزيد 2.5 مليون لاجئ ونازح داخلي الرقم 2 مليون ونفس هذه المنظمة الدولية تجرى لوحدها طيب يعني ذكرتي هذه الكلمة كثيرا فأبي أسأل عملكم ضخم جدا وذكرتي التمويل الكويتي التمويل الكويتي ولكن التمويل الأساسي يعني بالتأكيد ليس الكويت فقط ولكن كيفية كيفية تحرك المنظمة بشكل يعني لونغ تيرم أو العمر الطاويل أكيد ما هو التمويل الأساسي بالنسبة لكم يعني أصدق من أي دولة تحديدا ولا يعني التمويل وين بيروح تمويل 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 بيروح يعني ذكرت كلها مشاريع إنسانية أنا ذكرت عن ما يخص دولة الكويت وتمويلها وإيش المشاريع الإنسانية اللي ذهب التمويل إليها لكن إحنا لدينا 480 مكتب يقوم يعني يعمل فيهم 8400 موظف حول العالم هذه التمويل طبعا إحنا نمعنا فلوس خاصة المنظمة هي قائمة على مساهمات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المشاريع الإنسانية اللي بتنفذها المنظمة الدولية للهجرة نعم كيفية التمويل تكون يعني ما لي وليك نطعت بره شوية ولكن كيفية التمويل تكون مشروطة على سبيل المثال الكويت تقدمت بتمويل هل تتقدم بالتمويل بشرط مثلا تكون بالقضية السورية أو تكون بهذا ولا فيه تمويل يكون عام فيه تمويل عام للمنظمة وهو الأمور التشغيلية من خلال يعني والحلقات النقاشية لكن هناك مثل مؤتمر المانحين الأول والثاني خرجت هاي الأموال التبرعات لضحايا الأزم السورية هناك مثلا أيام الأزم الليبية إلى فيتنام دولة الكويت تبرعت في مبلغ لنشر الوعي في مكافحة قضايا الإتجار بالبشر وتأهيل الكواد الحكومية في فيتنام داخل العراق تمويل الكويتي أيضا ساهمنا بنقل ما يزيد عن 135 ألف من أماكن خاصة من شهر 8 والصراع اللي حصلوا فجأة النزاع المسلح اللي حدث إلى أماكن آمنة وتأهيل المراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإغاثية الغير غذائية نعم بعد الفاصل رح نتكلم تكلمنا عن دور الكويت دور التمويل الكويتي للأزمة السورية رح نتكلم عن المنظمة ودورها في الأزمة السورية وأيضا في العراق وبعد رح نتكلم عن البرامج وكيفية إنشاءها بشكل عام ولكن بعد فاصل قشطير مشاهدين كمان فاصل ومثل ما نواصل أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين كمان في هذا الحديث الإنساني ودوركم في المنظمة في يعني تكلمنا عن دور الكويت والتمويل الكويتي المساعدة في سوريا ولكن نريد أن نتكلم عن دور المنظمة بشكل كامل في الأزمة السورية وما هو الدور الذي قمتم به كما ذكرت قبل قليل المنظمة الدولية هي من المنظمات القليلة التي عامل داخل السوري وعلى الحدود مع سركاءها الآخرين من المنظمات الدولية على حدود دول الجوار تمتاز المنظمة الدولية الهجرة بخاصية هي جمع بيانات ورصدها وتكوين وتأسيس قاعدة بيانات مهمة جدا للنازحين واللاجئين والتي تستخدم فيما بعد من قبل الوكالات الدولية الإنسانية الأخرى لمتابعة عمليات الإغاثة لأنه كما تعرف أخي محمد خلال النزوح واللاجئ سيكون هناك فوضى عارمة وأعداد ضخمة من الناس التي تفر لأجل حياتها يجب أن يكون هناك عملية رصد وتسجيل بيانات وتأسيس قاعدة بيانات حتى يتم فيما بعد تصريف المعاملات الإنسانية حسب الحاجة لكل فرد على حدى أو لكل أسرة على حدى هذا الشأن الشأن الآخر يتمتاز فيه منظمة دوهجرة هي عمليات النقل اللاجئين والنازحين هي الأولى بين المنظمات الدولية التي تنقل اللاجئين والنازحين من الحدود إلى مراكز الإيواء أو مخيمات اللجوء أو حتى النازحين داخليا أو نقل الأطفال في مخيمات اللجوء إلى المدارس كما هو حاصل في تركيا أيضا تقديم المواد الإغاثية الإنسانية الغير غذائية هذا أيضا تمتاز فيه المنظمة الدولية الهجرة ورصد الفحص الطبي للاجئين والنازحين حتى يتم تحويل كل حالة إلى الجهة المختصة والأهم من الناحية الأمنية أنه حينما يتم رصد هذه البيانات وتجميحها ويكون هناك قاعدة بيانات يتم استطاعة رصد أي خرق لتلك البيانات نعم هذا في سوريا في سوريا وأينما تواجدنا هذه من الامتيازات التي تمتاز فيها المنظمة الدولية الهجرة طبعا ناهيك عن المشاريع الضخمة الإنسانية التي توجه مباشرة للمنكوبين كما ذكرت قبل قليل تأهيل مراكز الإيواء والملاجئة وتقديم المساعدة والنقل وتأهيل الأفراد بسبل العيش الكريم وأيضا نقل المهاجرين العالقين لأن هناك دائما مواطنين دول ثالثة يعلقوا في النزاعات هؤلاء لا يوجد من يغيثهم فتهب المنظمة الدولية الهجرة دائما لرصدهم وحقيقة جمع بياناتهم ومن ثم نقلهم سالمين إلى بلدانهم نفذتم أنتم في المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 25 مشروعا محليا وإكليميا 33 أخي محمد شكرا على التصحيح شكرا على التصحيح في دول مجلس التعاون ما هي هذه المشاريع ما هي أهدافها طبعا وحلق أن نتكلم عن دول المنظمة في الأمور التي تحصل الطريقة والأزمات الإنسانية نعرض صور على الشاشة نرى المشاهدين ولكن نتحدث عن 33 مشروع للمنظمة ما هي الأهداف منها في دول مجلس التعاون هذه 33 مشروع فقط تم تنفيذهم من قبل بعثة المنظمة الدولية داخل دولة الكويت لدينا مشاريع أخرى قامت فيها بعثة المنظمة في الأردن وفي بيروت ومستهدف في دول مستعاون خليجي لكن أنا أتكلم عن المكتب الذي أتشرف برآسته قمنا بتنفيذ 33 مشروع وأكرر أنه هدفنا هو تطوير وتأهيل والمساهمة في بناء قدرات الحكومية للكوادر الحكومية في مواضيع مهمة وحساسة مثل كما ذكرت قبل قليل قضايا مكافحة الإتجار البشر حقوق الإنسان أسس إدارة الهجرة تدريب القائمين على مراكز الإيواء نشر الوعي أهم شيء نشر الوعي لأن الإنسان عدو ما يجهل نحن لدينا إن شاء الله العديد من المشاريع قادما مع وزارة الإعلام وزارة الأوقاف في الشؤون الإجتماعية عفوا وزارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية حيث سنقوم بتدريب أئمة المساجد على طرح مواضيع الإتجار بالبشر ومكافحة حتى لأنه طبعا إمام المسجد لديه الخبرة بالتواصل مباشر مع المصلين أيضا إن شاء الله سنقوم بدورة عفوا مش دورة مشروع مع وزارة التربية إن شاء الله حتى يتم نشر الوعي بين طلبة المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة ومن ثم الجامعات على أيضا نشر الوعي على قضايا الإتجار بالبشر ومكافحتها وحقوق الإنسان وإلى آخره أعتقد نشر الوعي هو من أهم المشاريع التي تجني فيها إن شاء الله نتائج إيجابية رائعة نعم نعم يعني تتابعون ملف التحديات التي تواجه العمال الوافدية وكيفية التغلب عليها اليوم في الكويت صدرت بعض القوانين المتعلقة بإقانة الوافدين وجواز سفرهم موضوع التجديد يعني هو قانون أو قرار بخصوص يعني يعني الوافدين بأن الجواز يجب أن يجدد ويكون في المدة التي تكون فيها موجودة الإقامة ولا تكون هناك غرامات عليهم هل هذه القوانين يعني تقيمونها تتابعونها الخاصة بالوافدين أولا نحن نحترم أي قوانين وهذا أمر سيادي للدولة بالتأكيد أما من باب المتابعة طبعا نحن نتابع ما يصدر بالأخبار والصحف ويتم تواصل دائما مع المسؤولين المعنيين أنا بس أحب أضيف يعني شغل أخي محمد أنه أنا متأكده إن شاء الله أن المسؤولين الحكوميين هم على وعي وأنهم يأخذوا بالاعتبار نهج صاحب السمو حينما يعني قبل ما أنه يطلق عليه قائد الإنساني هو شيخ الدبلوماسية وهو أول من قام بحقيقة بشيء اسمه دبلوماسية الإنسانية نعم فإن شاء الله إطلاق اللقب رسميا من قبل منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولة هجرة على صاحب السمو وتكريمه وإطلاق لقب مركز إنساني دولة الكويت إنه يكون بالاعتبار في أذهان المسؤولين اللي منكن لهم كل احترام حينما يعني ينفذوا أي قوانين إحنا مش يعني ضد أي قانون بالعكس إحنا منحترم القوانين الدولة ومنأكد على مفروض إنه أي مقيم يحترم تلك القوانين ولكن نأمل إنه يكون هناك مهل وفرص لإعطاء الفرصة للناس اللي ما كان عندها علم وما كانت تعرف إنه هاي عليها غرامات مثل ما حصل في السابق العفو الأميري في العام 2008 والعام 2012 تم منحهم ثلث شهور لتعديل أوضاعهم مع أنه الأمر كان أمنيا أخطر بكثير على الدولة من موضوع تمديد الجوازات والإقامات وإلى آخره فأنا أتمنى إن شاء الله المسؤولين في المستقبل أكيد هم سيكونوا ماخدين من الاعتبار موضوع أن الكويت مركز إنساني وإن شاء الله دائما يكون هناك الأمن والأمان بإذن الله نعم أيضا هناك تصريحات حكومية بين الحين والأخرى بموضوع تخفيض أعداد العمالة الوافدة في البلاد هل سيكون لكم دور في هذا الموضوع هل هذا الموضوع هو قرار يعني اعتيادي بتخفيض العمالة الوافدة ليس هناك قرار ولكن بعض التصريحات التي تخرج بين الحين والآخر هل لكم دور في هذا الجانب شوف أخي محمد نحن مع حق أي دولة لتصويب أوضاعها الداخلية وحقيقة نحن مع الأمور أنه يكون هناك حفاظ الأمن الداخلي والمحافظة على البنية الاجتماعية والبناء الخاص في الدولة من ناحية أمنية وبناء تحتية وأكيد شراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل ووزارة الداخلية طبعا سيكون هناك العديد من الدراسات والاستشارات لأنه نحن منظمة استشارية أيضا والتنفيذية لتقديم استشارتنا لحكومة دولة الكويت على كيفية تخفيض أعداد العمالة الوافدة بشكل منصف وعادل بحيث يأخذ الجميع حقه قبل التخفيض نعم فاصل أخير ومثلما نواصل في الجزء الأخير من حلقة اليوم مشاهد الكرام فاصل ومثلما نواصل أهلا بكم مشاهد الكرام في الجزء الأخير من حلقة لقاء الراي اليوم يعني تحدثنا عن الأنشطة الداخلية يعني محلية وخارجية للمنظمة ولكن ما هو المخطط في العام المقبل هل لديكم خطة معينة في العام المقبل للعمل فيها بإذن الله نحن لدينا العديد من المشاريع مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية إن شاء الله وأيضا مع وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية رح نأخذ منتسبين وزارة الخارجية في دورة تدريبية خارج دولة الكويت لتأهيلهم بقضايا مكافحة الإتجار بالبشر طبعا المنتسبين وزارة الخارجية الدبلوماسيين هم الخط الدفاع الأول عن سمعة دولة الكويت خارجيا أيضا شراكتنا قوية ومتينة مع وزارة الداخلية نحن تقريبا بالسنة ننفذ من مشروعين إلى ثلاثة مع وزارة الداخلية اللي نفتخر كتير بشراكتنا معهم رح يكون هناك أيضا إن شاء الله كما ذكرت مشروع توعية على مستوى دولة الكويت مع وزارة الإعلام والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك إن شاء الله والأمان العام للأوقاف نحن نحاول أن تكون شراكتنا مع الأجلس الحكومية وكافة المؤسسات العاملة تحت المظلة الحكومية حتى تشمل كافة أطياف المجتمع نعم أيضا كيف نقضي على موضوع تجارة البشر في الكويت أخي محمد لا يوجد أحد مع عصايا سحرية يقول لك أنه ممكن يقضي تماما لأنه دعنا نقول المتاجرين وهم حقيقة مجرمين للأسف وهي تجارة مربحة وتعتبر الثالثة ثالثة تجارة مربحة بالعالم تدر المليارات بعد تجارة المخدرات والأسلحة فبالتالي دائما سيحاول هم يطوروا من أساليبهم لكن نحن نستطيع الحد وتقليس وتشفيف منابع التجارة للبشر عن طريق محاربة الشركات الوهمية والشركات التي أحب أن أوجه تحية كبيرة لوزارة الشؤون الاجتماعي العمل على رأسها معالي الوزيرة الأستاذة هند الصبيح لأنه وجدنا حقيقة يعني فعلت بشكل جدي تحويل ملفات الشركات الوهمية إلى النيابة وهذا الشيء يشكروا عليه بشدة لأنه لما أنت تبلش فعلا تحولهم إلى قضايا نحن متأكدين أن القضاء سيأخذ مجرى وسيتم تجفيف منابع تلك الشركات التي تتاجر في أرزاق البشر هل تمستم الجدية من الحكومة في هذا الموضوع بصراحة أو بمنتهى الموضوعية دائما منذ بداية علاقتنا معهم لم نلمس إلا الجدية والدعم والشراكة يعني انتقلت من موضوع الدعم إلى شراكة حقيقية وهذه شغلة كثيرة نفتخر فيها نعم نحن على اعتاب سنة 2015 الكلمة الأخيرة في هذا اللقاء حقيقة أول شيء أحب أشكر تلفزيون الراي والكافة القائمين والعاملين فيه وأشكرك أخي محمد بشكل شخصي على إتاحة الفرصة لإني أتحدث عن أنشطتنا ومشاريعنا الإنسانية ليس فقط في دولة الكويت وحسب ولكن حول العالم وهذا صراحة ما نرجوه من وسائل الإعلام نشر الوعي عن مشاريع الإنسانية وعن وجود هذه المنظمات الدولية داخل دولة الكويت وأتمنى إن شاء الله أن تنعم الإنسانية جمعاء بالأمن والأمان بإذن الله نعم السيدة إيمان يونس عريقات شكرا جزيلا لك حياك الله أهلا وسهلا مشاهدين الكرام شكرا على متابعتكم الحلقة اليوم وموضوع مختلف إنساني وخصوصا أن كثير من الأزمات نحن نشاهدها في العالم العربي خصوصا فيجب أن نعرف كيفية التعامل مع هذه الأزمات والنكبات الإنسانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا